تعالى ننتقل للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء نفى المجلس اللي تردد بشأن إيه بقى؟ الحكومة تقترد من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ممكن هنا أعلق وأقول هقاو بعد إذنكم هقاو يا عم العاصمة الإدارية الجديدة بتودرها حاجة اسمها شركة العاصمة الإدارية الجديدة ماشي كده؟ خدني واحدة واحدة وخدني على قد عقلي طيب شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتقول الآتي يا جماعة مفيش أي حاجة متعلقة باقتراضنا من البنوك خالص تمويل كل مشروعاتنا بيتم بشكل مستقل بوسطتنا كشركة طيب إحنا كشركة بمول حكتي إزاي عن طريق الإرادات اللي بتجيلي من بيع الأراضي للمطورين العقريين في حاجة كمان؟ أيوة إحنا كشركة عندنا استثماراتنا المباشرة في هذه المدينة الجديدة اللي هي العاصمة فبنعمل إيه؟ لينا إرادات بتاعة استثماراتنا إحنا يبقى في حاجتين أنا عندي الأراضي وعندي المشروعات اللي أنا بستثمر فيها وبعدين يرجعوا يقولوا يا جماعة إحنا كشركة مسؤولة عن هذا المشروع خلقنا قيمة من اللاشيء كان عندي أرض لا تساوي إرش تساوي معنوياً وأدبياً عندنا قيمة التراب الوطني ده تمام دي قصة تانية لكن بالفلوس فيش فلوس دي أرض كانت في اللاشيء في اللاوة في اللا مكان أرض اللي هي في القاهرة الجديدة ولا هي في العين السخنة ولا في اللي هي في الولا حاجة آلاف الأفدنة على رأي الجماعة الأجيب لك آلاف الهكتارات من الرمال الصفراء ولا تساوي حاجة ولا تساوي حاجة جات فكرة لامعة تقول إيه يا جماعة ما تيجي نعمل عملية ربط ما بين ما نطلق عليه القاهرة الجديدة وما نعرفه باسم العين السخنة ومحافظة السويس فيه حتة في النص الحتة دي حتة موقعها استراتيجي جدا جدا يصل بالقاهرة إنه يبقى لها مطلة على البحر ما دي كانت المعبر موطر إيه العين السخنة بيعدي من جنبها كده إنت متصور إنه القاهرة يبقى ليها شط طيب دا كده حاجة حاجة تانية هو إحنا مش ممكن وبالمناسبة الكلام ده بيتقال من أكتر من 30 سنة مش أصبح ضروري إن إحنا ننقل الجهاز الإداري بتاعة الدولة إلى مكان آخر طيب ننقل هل ده اختراع محدش عمله قبل كده لا اتعملت قبل كده في دول كبيرة هنقعد نحكي عليه طيب طيب إيه رأيكم نقس الشركة وهذه الشركة هتبقى اسمها شركة العاصمة الإدارية الجديدة وهنبدأ نخلق استثمارات في المكان ده طيب إحنا الأول زينا زي أي شركة لازم ندفع فلوس ندفع فلوس في إيه في وضع تصور ومخطط وتأسيمات والأراضي دي هنعمل فيها إيه فين الحتة اللي يبقى فيها حي مالي وفين الحتة اللي يبقى فيها حي الحكومة وفين الحتة اللي يبقى فيها أبراج وفين الحتة اللي يبقى فيها منتزهات وفين الحتة اللي يبقى فيها بتاعة الكمباونز دي الأماكن التجمعات السكنية إلخ 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 خلاص عملنا كل ده طيب أنا بقى علشان أعمل كل ده لازم أدخل إيه أدخل حاجة اسمها البنية الأساسية infrastructure طب هدخله إزاي آه أقول لك مسألة بسيطة خالص يا جماعة إحنا هنعمل هنا كذا 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 قادي المخططات قادي الرسومات قادي التأسيمات من الشاري أظن أظن في عشرات الشركات يعني أنا ما عنديش الرقم أو الأدق أنا ما عملتش الجزء ده من واجبي أن أنا عد كم شركة بتعمل تطوير عقاري سكني في العاصمة وكم شركة بتعمل تطوير إداري وتجاري في العاصمة خد بالك نسيح عشرات الشركات ده أنا عايز عشرين فدان أنا عايز خمسين فدان أنا عايز ميت فدان أنا عايز عشر تلاف متر علشان هبني مش عارف برج الإيه إلى آخره حلو؟ الله المتر هنا بالشيء الفلاني عايز آه مش فيه استراتيجي مش فيه رؤية عملت يبقى طبعا عايز هو مين المستثمر اللي بيشوف حتة شايف إن الدولة خدت قرار إنها تقلبها رأسا على عاقب فتخلقها من مجرد رملة صفرة إلى مدينة أنا في رأيه هو بقولك بتنظمها ده وبرسمتها ده والله العظيم ثلاثة أحلى من منهاتن في نيويورك والله والله أي حد من أصدقائنا أو أي حد أنت تعرفه راح نيويورك وراح المنطقة بتاعت منهاتن يقولك بس قارن ما يحدث في العاصمة بما يحدث في منهاتن دي أحلى في يوم من الأيام هتبقى أجمل فعلا أكثر تنظيما فعلا يعني وأبهى وين؟ فالشركات المطورين والشركات والمستثمرين راحوا حطوا فلوس سعر المتر بقد كده أنا كدولة هكلف بنية أساسية وا 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 مثلا مثلا عشرة جنيه بس أنا بيع المتر بخمسة وعشرين يبقى أنا كسبان ولا لأ عشان بس ليجي يقولك إيه صرفوا فلوس الدولة على العاصمة يا راجل لما العال بتاعت الإخوان واللي شبههم يقولوا الكلام ده مفهوم دي عيال طول الوقت عاوزة تقلقك وده وجعلك في دماغك مفهوم بس انت تردد الكلام طب مش نعقله نفكر فيه اللي أنا بقولولك ده بقوله دايما لما جات نقش مع أحد يقول لي مش العاصمة دي كانت ده يعني أولى إن إحنا نعمل بيها حاجة تانية بدل ما نصرف فلوس فأنا بسأله وإحنا صرفنا كام والله العظيم ولا واحد بيجاوب من الناس اللي متبنية فكرة أصلي مش كنا صرفناش على العاصمة وعملنا حاجات أحسن أه طب صرفنا كام ما يعرفش طب أنا بيجي لي عقد ولا لأ وهيجي لك العقد منين يا ابني مش ببيع أرض أرض ما كنتش تسوي 3 مليين في سوق العقارات ما تسويش حاجة في سوق بيع الأراضي ما كنتش تسوي حاجة النهاردة لو حضرتك مستثمر وعايز تروح العاصمة بالميت هتدفع سعر مترج 20 ألف جنيه بالميت ما كنتش تسوي حاجة يا نهرب يد فتيجي الدولة تاخد الفلوس وتحط استثمراتها بقى اللي هي إيه البنية الأساسية أولا وبعد كده أنا كشركة عاصمة قدر إيه أبدأ استثمر أنا كما ما أنا شارك طبعا شارك هدفة للربح ما للشارك هدفة للإيه هدفة للخسارة عايزين نرجع على قديمه ولا إيه بيجي لك ولازم الدولة تكسب لا تخسر حلو كده وبعد كده نرجع نبيع بقى حاجة يلا وبعدين نغني ظلموه لماذا بيعنا؟ أو لماذا تركناها حتى وصلت إلى هذه الحالة المتردية؟ ما إحنا مش عاوزين نتركها حتى توصل إلى هذه الحالة المتردية؟ ربنا أنا عم عليك بصروة ما تستغلهاش هتبقى بالضبط عامل زي واحد ورس حتة أرض وقاعد عمال بيتفرج عليه وعمل كده وما بيش في جيبه مليم طبنات تستثمرها هتستثمر في جزء تأجر جزء تبيع جزء حتة أرض دي أرض مباني أرض استصلاح زراعي زي ما تطلع بقى العقل حلو والله العظيم العقل زينة على رأي جدتي تقولك العقل زينة حبيبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر